اشتركوا في القناة من بنك الاسئلة الوزارية واخر موضوع بيجي بامتحان الوزارة في الوحدة الاولى كيف انه اربط الجمل باستخدام قبل ما اجي احل التلات اسئلة اللي صاروا وردات في امتحان الوزارة تعال الله يرضى عليك على لوحنا على الخفيف الراجع القاعدة بشكل سريع حب الابدي احنا في عنا قاعدة اللي سمع اللي هو الماضي التام ومن ضمن مؤشرات الماضي التام هو كلمات بيفور وبيفور زي ما بتعرف الها موقعين قد تكون في بداية الجملة وقد تكون بيفور في وسط الجملة اه طيب استاذ اذا كانت بيفور في بداية الجملة كيف ترتيب الافعال بدي يكون اذا بتعرف اول شيء انه بوجود بيفور يوجد زمنين في الجملة بعد بيفور بدي يكون simple past يعني verb 2 والشق التاني بدي يكون عبارة عن هاد بلاس الفيرب 3 وافت وبيفور ايضا بعدها لو كانت في وسط الجملة بدي يكون verb 2 والشق الآخر من الجملة بدي يكون عبارة عن هاد زائد الفيرب 3 يا أستاذ done نقول done طيب السؤال joining sentences كيف بيجي أستاذ بيجي بهذا الشكل وبهذا الأسلوب بيعطيني جملة هاي الجملة أستاذ بدي يكون فيه بمنتصفها كلمة and then وهون بيكون عبارة عن verb 2 وهون أيضا بيكون عبارة عن verb 2 done نقول done طيب هون أستاذ أنا كطالب عاقر راشد شو بعمل الآن then هاي لازم تروح أستاذ هاي الverb 2 الأولى عندك هون تتحول إلى هاد زائد verb 3 وهاي تبقى الverb 2 هاي عبارة عن verb 2 كما هي الطالب اللي بيسأل ليش أنا بقول لك ليش لأنه آنذن معناها ثم يعني حصل هذا الحدث ثم حصل هذا الحدث إذن هذا هو الحدث الأقدم والحدث الأقدم هو past perfect ثم حصل هذا الحدث هذا الأحدث أو سمنا الأقرب للمضارع فهو اللي بدي يكون simple past verb 2 حصل هذا ثم هذا إذن الأقدم بدي يكون هاد زائد verb 3 حلو أوكي يستاذ طيب أنا شو بدي أحل حلك بدي يكون بحسب موقع before قد يكون الحل معطيك إياه باستخدام before في بداية الجملة أو قد يكون الحل معطيك before في منتصف الجملة فعشان هيك شو بدك تعمل إنت إذا أعطاك before في بداية الجملة هذا الفعل بدي أسميه B وهذا الفعل دي أسميه A معناته بده ينزل عندك الفعل B وتتأكد إنه معه الverb 2 بعدين بينزل عندك الفعل A وتتأكد إنه معه هاد زائد verb 3 أما إذا كانت before في المنتصف فبينزل عندك الفعل A اللي هو الأول وتأكد إنه لازم يكون هاد زائد verb 3 وبعدين بينزل عندك الفعل B وتتأكد إنه موجود فيه verb 2 done نقول done طيب تعالي على الأسئلة الوزرية أحل أول شيء السؤالي الثالث اللي هو على شكل قعد كتاب بعدين بطل على الدوائر تغطيك طريقة كيف تتعامل مع الدوائر هاي عندي هون and then الفعل الأول took الفعل الثاني أستاذ went هذا بدي يظل verb 2 وهذا بدي يتحول إلى had زائد verb 3 بدأت بب 4 إذا مندي ينزل الفعل اللي ما هو verb 2 يعني الفعل الثاني هنا بدأ الشيء كتب لي تالة إذن بصير تالة went to pretend to study medicine فاصلة بنزل الفعل الأول بس بحول took لhad verb 3 بدأ تالة الشيء لأنه ذكرت لي ثاني مرة هاد بدأ took اللي هي كلمة taken وبكمل لغاية كلمة council شوف كيف before تالة went she had taken done اما اما اذا كان السؤال على شكل ضع دائرة فالحال غالبا يكون اسهل بس بالدكتر كيس في قراعة الخيارات كيف استاذ جواد worked very years and then he put حلو worked بدأ تكون عبارة عن had زائد يعني had worked هاي تكتب هون هاي هون غير اللون بس للزيتي اذا هاي دا تنزل تحت had worked و put دا تضل verb to اذا put اي خيار ما في had worked غاض خاطئ طلا هون had worked هون worked لا لازم تكون had worked خطأ هون had worked بخلي هون worked لا لازم had worked هون had worked حلو اذا اما ب و اما بفور ما بيجي بعدها had و verb 3 اذا بي خاطئ فالجواب صحيح اللي هو d before جواد هاي هاي ها بوت verb 2 شقي الثان هاي had worked يا وس طيب كمان مرة جملة هاي عندي هون and then اغير اللون اعطينا اللون الورنجاني عندي and then توق دا تنزل had و verb 3 had taken و و اي جواب ما في و او ما في had taken خاطئ هاي took خطأ هاي و موجودة و موجودة محتمل بعدين بنشوف هاي had taken موجودة هون و و موجودة هون محتمل هاي had gone لازم نظل و هاي هاي took لازم نصير had taken اذا خاطئ اذا مين المحتمل اما b و اما c ريب اعطين الزيت شوف علي before ما بيجي بعدها had و verb 3 اذا c خاطئ فالجوص الهو ب اتأكد before بعدها verb 2 هاي هون شقة ثان ديكون had و verb 3 فهي had taken فجواب صيح هو b وهي الاجابات النموذجية وهي كيف نقدر نحكي انه تم بحمد الله انهاء الاسئلة الوزارية للوحدة الاولى استاذ ان شاء الله الحصة الجاي والفيديو الجاي رح يكون الاسئلة الوزارية للوحدة الثانية استاذ وهذا بنك الاسئلة الوزارية هو اللي ان شاء الله محله في نهاية السنة تكون تشكلت عندك فكرة كيف يفكر واضع الاسئلة وكيف تتعامل مع الاسئلة الوزارية وهذا شيء مهم جدا للطالب اللي بده يسكر علامة القواعد او الطالب اللي عنده ضعف شديد في المادة عشان يعرف على ايش يركز في داخل المادة لا تنسى كن معك دوسية بنك الاسئلة الوزارية موجودة في جميع مكتبات المملكة واسمها بنك الاسئلة الوزارية مرتبة بحسب المواضيع وبحسب الوحدات وهي شامل لفصل اول وفصل ثاني من 2016 حتى 2023 يا حبيب القلب لا تنسى تكون جزء من على الرقم الموجود على الدوسية وموجود على جميع صفحات التواصل الاجتماعي سيف عوامر استاذ وبإذن الله تعالى انه من نصيبك انت ودري تنسى كمان انك تتابع اللي هو الـ حتى الاحتراف وكمان مرة بدأ نبه على شغلة الاسئلة الوزارية هو مجانا لجميع طلاب المملكة على جو اكاديمي يعني اذا انت قعد بتتابع معاي تقدر انك تقول لزميلك وانت تقول لزميلتك في داخل المدرسة انه بإمكانك تتابع مع سيف عوامر حل الاسئلة الوزارية على جو اكاديمي مجانا سواء كنت من طلاب سيف عوامر او مش من طلاب سيف عوامر تأكد انه هتستفيد وحتاخذ علامات امنية نعطيكم الف عافية مش بكون شاء الله بالفيديو القادم من الاسئلة الوزارية في الوحدة الثانية اخوكم والساتكم بحبكم سيف عوامر